توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 520 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 253 طن مواد غذائية وتم ضبط أكثر من 17 طن في مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة كما تم ضبط أكثر من 221 طن في مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 14 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 518 قضية من بينها 44 قضية خبز ناقص الوزن و158 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر